أحسن الله إليكم هل من وصية توصيها لمن ابتلي بسحر أو عين أو مرض نسأل الله عز وجل أن يكفينا جميعا شر الأشرار وأن يشفي المرضى وأن يرفع البلاء عن المبتلين بأنواعه والذي أوصي به من ابتلي ببلاء أن يعلم أن الأمر كله لله وأنه لا يقع في كون الله وفي إلا ما أذن الله به قدرا وأن يصبر على البلاء ومما يعينه على الصبر على البلاء أن يتذكر أن المبتلي هو الله الحكيم الرحيم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأن يتذكر أنه عبد لله وللسيد أن يفعل بعبده ما شاء فكيف إذا كان السيد حكيما رحيما لا يفعل شيئا إلا لحكمة وأن يتذكر أن الذي ابتلاه بهذا البلاء قد أنعم عليه بسائر النعم فلو نظر إلى النعم لرأى أن البلاء منغمر في هذه النعم وأن يتذكر أن ابتلاء الله له لنفعه هو فإما أن الله يذكره من غفلته وإما أن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته وإما أن الله عز وجل يرفع درجته وهذا يعينه بإذن الله على الصبر هذا من جهة ومن جهة أخرى أوصيه بفعل الأسباب المشروعة من الرُّقية وأن يكثر من القراءة على نفسه ولا سيَّمَا بآيات السحر والحسد ولا بأس أن يجمع سبع ورقات سدر خضراء ويدُقَّها ويجعلها في ماء زمزم ويقرأ عليها ويشرب هذا ويغتسل به ولا بأس أن يجمع الزُّهور البرِّية يجمع الزُّهور البرِّية التي في البر ويضعها في ماء ويشربها فإن هذا وارد عن السلف وارد عن السلف الصالح وهو من الأدوية الحسية وهو من الأدوية الحسية التي تثبُت به في التجربة وأن لا يستعجل ولا يتسخَّر بل يصبر ويعمل ويُوقِن أن الله عز وجل ما أنزل داءً إلا أنزل له دواء مع الإكثار الشديد من الدُّعاء أن يرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء